من أكثر الانتهاكات الجسيمية التي حصلت في عام 2017 في البحرين هي حكم الإعدام الذي صدر بحق 14 من المواطنين ولكن في بداية العام تم حكم على ثلاثة من الشباب بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام بـ 15 يناير 2017 كما أن هناك أربعة من الشباب محكمين بالإعدام عام الذي سبقه 2016 ومنهم ثلاثة الذين من المرتقب الآن ينظر محكمة تمييز في قضيتهم وهناك خشية جادة بأن عام 2018 يكون عام تنفيذ الأحكام كما وجدنا بأن القضاء الأسكري وفي السابقة خطيرة تاريخيا في القضاء البحريني بأن تم صدور حكم على ستة مرة واحدة في حكم واحد فأن أمام هذه الخشية الكبرى بأن يكون هناك عزم من قبل الحكم في البحرين بتنفيذ أحكام الإعدام في هذا العام ولذلك نقول عندما تم استعراض التوصيات الرئيسية لإستعراض الدوري الشامل في مايو 2017 لملف البحرين وكانت هناك توصية مشددة لأغلب الدول بوقف أحكام الإعدام وعندما تقوم البحرين بإصدار هذه الأحكام فهذا مخالفة واضحة جدا لهذه التوصية كما أنه بدون تدخل مباشر من المجتمع الدولي خشتنا كبيرة جدا بأن يمضي الحكم بتنفيذ هذه الأحكام فعندما وجدنا التساهل من قبل المجتمع الدولي بشأن إسقاط الجنسية فمضى الحكم بإسقاط العديد من إسقاط الجنسية المواطنية فنحن الآن أمام مشهد مشابه بأن يستمر النظام بصدور أحكام الإعدام ثم التنفيذ فحان الأوان للمجتمع الدولي أن يتحرك تحركا سريعا لوقف صدور هذه الأحكام وكذلك وقف تنفيذ من صدر بحق الحكم اشتركوا في القناة